السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته البنات كديرين لبس عليكم أموركم مزيانة صحيحتكم لبس كدير معز عليكم تنتمنى تكونوا كاملين باي خير وعلى خير وتكونوا في أحسن الأحوال يا رب معاكم خدكم وصحبتكم وحبيبتكم رابعة في فيديو جديد وكيف ما تعودتم معي البنات دائما تنجيب لكم الجديد والمجربات ديال الوصفات وفي هاد الفيديو ديال يوم البنات جبت ليكم واحد الوصفة هي عبارة على تشيرة هي تشيرة وتباخيرة في نفس الوقت هاد تشيرة هادي تنديروها بالعرعار هاد تشيرة هادي البنات يمكن لكم تديروها في عشرة ويمكن لكم تديروها في الأيام العادية هي تتنجح في الأيام العادية وفي عشرة راها تتعطي واحد المفعول رائع 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 البنات اللي بغوا يدرواها في عشرة يديروها ولا بغوا يديروها في الأيام العادية خدموها في الأيام العادية حتى هي راها زوينة بزف 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 هاد تشيرة هادي هاد البنات راها تدير المحبة وفيها الجلب وفي نفس الوقت فيها التطويع بالنسبة للرجل اللي عاصي والرجل اللي قبيح تقدري تديري بها التطويع فهي فيها كل شي مشتاركة البنات طبقوها البنات في هاد عشرة اللي جاية ان شاء الله اللي يجيبها على خير أو طبقوها في الأيام العادية انتم اللي عتختاروا وقتاش غادي نطبقوها بغيتكم البنات تديروها عتبهركم نتيجة ديالها وقبل البنات ما نبدأ في الوصفة بالنسبة للبنات اللي ما فاعلينش زر الجرس نتمنى انكم تفاعلوه باش يوصلكم جديد ديال قناتي والبنات اللي ما مابونينش في القناة مرحبا بيهم مرحبا بيكم سواء كنتوا قدام أو جداد على القناة وشكرا بزاف على التفاعل ديالكم على قناتي والتعليقات الزوينة اللي كتخليوا لي باش تشجعوني وبلما نطول عليكم البنات نبدأ وصفتنا ديال اليوم فشنو هو البنات المكون الاساسي او المكون الرئيسي اللي عنحتاجو لي في هاد الوصفة عندنا المكون الوحيد اللي عنحتاجو لي في هاد الوصفة هو العرعار العرعار البنات غاني على التعريف البنات كاملين الناس كاملين تيعرفو العرعار وهدا هو الاسم ديالو حتى في الدول العربية اسميتو العرعار العرعار البنات اللو كان تعرفوا الفوائد ديالو البنات ما تخطيواش من ديوركم. العرعار من الفوائد ديالو الأساسية هو تفوسيخة. تفوسخوا بيها البنات بخروا بيه في ديوركم. راه تيحيد عليكم أي حاجة تيحيد لكس تيحيد جميع شوائب والعكوسات والنحوسات تيحيدها عليكم هاد العرعار هادو تيحيد حتى العين. أي حاجة البنات عندكم اعتمدوا على البخور العادي ديال العرعار. ومن غير هاد الشي البنات من غير تفوسيخة راه تأزوين حتى للجلب. رائع وناجح في الجلب. نحن اليوم هنحتاجوه في الجلب وفي التطويع وفي المحبة هنطبقوا به هاد الشييرة هادي. فشنو هي الطريقة اللي تنديروا بها هاد الشييرة هادي؟ هاد الشييرة البنات تديروها في الليل ما تديروهاش بنهار. تتصلاح في الليل سواء كنتوا أديروها في عيشورة ديروها في الليل كنتوا أديروها في الأيام العادية ديروها في الليل من بعد العشاء. تناخدوا أول حاجة نديروها تناخدوا حفنة ديال العرعار. تبتأخدوا الحفنة ديال العرعار على يدكم به هاد طريقة هادي في يدكم. وتتبدأوا تسبعوها على القلب ديالكم. تتسبعوها على قلبكم هاكا يعني تدوروها سبعة ديال مرات لقلبكم به هاد طريقة هادي. هدا هو القلب ديالنا وتناخدوا الحفنة ديال العرعار وتنبدأوا ندوروها به هاد طريقة هادي سبعة ديال المرات. هدا هو تسبع البنات. ملي تنكونوا تنسبعوها البنات؟ احنا تنسبعوه وحنا تنتخيلو الشخص اللي دايرين لي هاد شيرة هادي. تخيلو غمضوا عينيكم وتخيلو صورة ديالو قدامكم. كان غائب تخيلو هجايل عندكم. كان بغيتوا المحبة تخيلو انه تيزيد يبغيكم. كان تطويع تخيلو انه تطيعكم. يعني اي حاجة دايرين عليها هاد شيرة ناوينها في قلبكم. غادي تتخيلوها وانتوما كتسبعو. بعد ما كتسبعوها البنات تتاخدو المجمر تتكونو مشاعلين المجمر ديالكم. يكون زاند المجمر مزيان. تكونو مزندين المجمر. وتتاخدو حفنة ديال العرعار اللي سبعتو. وتترميوها وسط المجمر. تديروها وسط المجمر. وتتعرضو لهذا الدخان يطلع معاكم الدخان وانتوما تتقعو. الدخان كيطلع معاكم وانتوما تتقعو هاد القراية هادي. شنو تتقولو هالبنات؟ تتقولو. ماي اللي انت يا العرعار. الناس تقول لك العرعار وانا نقول لك يا العرق البخار. جيب لي فلان ولد فلانة حتى الباب الدار. حتى وجهوي صفار وعيني حصار وشعره يطيح غمار غمار وصباطو مليان غبار. تتقولو هاد القراية هادي يا البنات ثلاثة لمرات. ماي اللي انت يا العرعار. الناس تقول لك العرعار وانا نقول لك يا العرق البخار. جيب لي فلان ولد فلانة حتى الباب الدار. حتى وجهه يصفار وعينه يحصار وشعره يطيح غمار غمار وصباطه مليان غبار تتقولوها ثلاثة ديال المرات وانتم ما تتبخروا ثلاثة المرات تتقرؤوا هاد القراية هادي ديال هاد تشيرة والدخان تتطلع معاكم ديال العرعار وبالنسبة للبقايا البنات يعني رماد ديال هاد العرعار هادا غادين تجمعوه وغادين ترميوه في السوق او في السويقة المكان اللي تتقدو منه الخضار المهم يكون السوق فيه الناس بزيف الناس تزحاب وترميوه فيه هادوك البقايا او هاداك رماد ديال هاد العرعار هادي هي الوصفة بالنسبة للبنات اللي بغوا يطبقوها في عشرة يطبقوها راها عندها واحد المفعول تيكون زايدة البنات البنات اللي بغوا يطبقوها في الأيام العادية اللي خارج يوم عشرة حتى هما يمكن لهم يخدموها في أي يوم بغيتو تشيرة واعرة واعرة البنات ديال هالكلام ديروها بالنية وباليقين في الإجابة جميع الوصفة للبنات اللي تنزل لكم وكيف تنقول لكم دائما خستكون عندكم هاد نية عميقة ويكون عندكم اليقين في الإجابة ضروري هاد شروط البنات وكونوا هانيين بأن الوصفة غدا نجح معاكم وغدا تحقق ليكم المراد والمطلوب ديالكم هدا ما كان البنات في هاد الفيديو بتنتمنى الفيديو يكون أعجبكم وإلى أعجبكم ما تنسونيش من لايك البنات وشكرا للتتبع إلى الفيديو المقبل إن شاء الله